عام دراسي جديد يطل على مناطق شرق الفرات وسط حالة ارباك مئات الالاف من التلاميذ وتشتتهم مناهج تكمل بها الإدارة الذاتية عملية تعليمية غابت عنها الأسس العلمية والكادر التعليمي المؤهل واقع قاس فرض لجوء أعداد كبيرة من الأهالي إلى تعليم أبنائهم وفق منهاج الدولة السورية رغم التضييق الشديد من قوى قصد والأسائش هو منهاج مغاير للأصول والعدات والتقاليد المتعرفة عليها في تلك المنطقة وغير متناسق كأسلوب تربوي وكمنهاج حضاري ويناسب جيل أو ينشئ جيل تعلم في المدارس السورية وأنشئ في حب الوطن ويتغنى فيه أسرار مجلس سوريا الديمقراطية على فرض مناهجه لا يخرج عن محاولة فرض أمر واقع جديد مناهج مرفوضة في دمشق حفاظا على عملية تعليمية وطنية جامعة بالرغم من تصريحات رسمية عن إمكانية تعليم اللغات المحلية كالكردية وغيرها لساعات محددة أسبوعية إلى جانب اللغة العربية ترفض الحكومة السورية رفضا قاطعا بالتعامل مع هذا المنهاج التي أفرضته وتفرضه أجندات خارجية تمليها على ميليشياتها في الداخل السوري في المشهد العام نجح أهالي ريفي دير الزور الشرقي والرقة في رفض منهاج الإدارة الذاتية الكردية وفيما يكمل تلاميذ المؤسسات التربوية في منبج وريفها منهاج الدولة السورية يخضع أكثر من ثمانمائة ألف تلميذ للمناهج التي وضعتها الإدارة الذاتية أخضاع التعليم للتوجهات السياسية الضيقة ولمنطق الأمر الواقع يهدد مستقبل أجيال بكاملها في المناطق الخاضعة للقوى الكردية شرق الفراد خسارة أخرى تتكبدها سوريا ضمن سلسلة الخسارات التي تكبدتها خلال سنوات الحرب محمد الخضر دمشق الميادين